رسالة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول تطورات في مجال القانون الدستوري في أفريقيا عادت إلى الوجهة الجدل السياسي حول تعديل الدستور قضية خفت وهجها في الأشهر القليلة الماضية رسالة الرئيس التي أكد فيها بأنه يصهر على تفادي التسرع والتقليد والارتجال في أعداد الدستور الجديد ذكرت أيضا بمسعى تعديل الدستور الذي بدأ الحديث عنه قبل ثلاث سنوات من اليوم أزمة الزيت والسكر سنة 2011 أجبرت الرئيس على إعلان تعديل الدستور في خطاب أفريل من السنة نفسها دون تحديد موعد لذلك وشكل هذا الملف محل مشاورة سياسية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ومنذ ذلك الحين بقي ملف تعديل الدستور يصنع الحدث على الساحة السياسية إلى أن تعالت أصوات من أحزاب الموالات لتعلن تأجيل هذا الملف إلى مبعد الرئاسيات خبر تأجيل تعديل الدستور غير المتوقع ثار من جديد ضجة في أوسط طبقة السياسية قبل الرئاسيات خاصة وأنه تزامن مع ترشح الرئيس لعهدات ربعة الأمر الذي زاد من حدة تشنج بين المعارضة والسلطة أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات ليعود الملف من جديد إلى ساحة بعد موعد أفريل من خلال سلسلة من المشاورات أسندت مهمة تنظيمها إلى أحمد أويحيا إلا أنها عرفت مقاطعة قوية من غالبية وجوه المعارضة الأمر الذي رهن تقدم الملف ورهن معه تحقق التوافق الوطني رسالة رئيس اليوم حملت إصراره على إخضاع مسألة تعديل الدستور لمشاورات واسعة رغم المقاطعة التي لقيتها من قبل ما يسمى بالمعارضة إلا أن رئيس الجمهورية لم يتوانى على التأكيد بأنها كانت مشاورات واسعة وجادة وبأنها أفرزت أفكار ناضجة